صباح الخير لألكم مجددا أصدقائنا المشاهدين بصر نرحب فيكن بيها الصبحية مسك اللقاءات راح يكون مع الأسيس الدكتور إدغار ترابلسي يلي رجع لنا بعد سفرة وبعد طول غياب وموجود معنا حلقتين على التواري هاي الثاني بستوديوهات يومنا الجديد لنحكي بموادع بتهمكن صباح الخير يا أسيس صباح النور لألك للأصدقاء المشاهدين اليوم هكي موضوعنا عم بقرأ ادي حلو هالموضوع يعني موضوع التلمزة التلمزة المسيحية انطلاقا من يسوع وتلميزه 12 مستوى الإمام بيناتهم لكنه هن التلميز هل هو كيف تحصفه عم بيعلمون نعمل هيدا اللينك بين يسوع المسيح وتلميزه وصفه وبعد نحنا التلميز وصفنا نحنا أكيد ندفع مقابل لكي نتعلم هالتلميز هل كانوا عم بيدفعوا مقابل ليكونوا تلميز يسوع المسيح كيف بتحب تبلش الموضوع اليوم يا أسيس أول شيء نبلش بالتحية والسلام والمحبة للجميع والموضوع بغاية الأهمية أنا اتفاجأت أنه أنت وجاي على ستوديو عم بتفكري بالموضوع مش عارف أنه هذا هو الموضوع فأنا انبسط الموضوع بغاية الأهمية المسيح ما دعي أتباعه أو المؤمنين فيه إلا بإسم تلميذ نعم رادوا يكونوا تلميذ وهن دعيوا المعلم الصالح فكانوا يدولوا أيها المعلم الصورة تشبه صورة التلميذ اليوم والأساتذة بشيء ما وهي أنه في حداً عم بيعلم حداً أو حداً عم بيتعلم عند حداً أوكي عادي بتشبهها بس بتتجيوزها لشيء أكتر نحنا منفقد له اليوم وجد في العالم القديم لما كان المعلم الفيلسوف تلميذوا بيعيشوا معه وبيرتحلوا معه وين ما راح بيمشوا الدروس مش بس بوقت خلوة أو صفية نحنا من إلا هي دروس على طريق الحياة إذا راح يعمل زيارة بيروحوا معه عم بيفوت على ضيعة بيفوتوا معه في حوادث عم تجرى بيحكي منه بيعطي خلاصات تنترح عليه أسئلة بيسمعوه عم بيجاوب ويعلم ويناقشوه وبيترك لهم الوقت ليفتكروا باللي حكي وبيكون بهذا المنوال استاذ أو معلم وتلميذ عم بيطبع حياته فيهم وهذا اللي شفناه بمعلمين كبار بالعالم الفلسفي المحب للحكمة خارج العهدين القديم والجديد منشوف سكراط أفلاطون أريستو وغيرون معلمين عندهم تلميذ أنا ما عم بشبه سكراط بالمسيح ولا المسيح بسكراط بس عم بعطي سورة المعلم لأنه وجدت في العهد القديم وجدت فمثلا منشوف أنه كان الإنبياء عندهم مدارس أنبياء فكان فيها تلميذ النبوة أول شيء بيتعلموا النبوة وبيصيروا البعض منهم أنبياء وإن كانوا معظمهم بيحبوا يكونوا أنبياء البعض منهم بيصيروا أنبياء وبيطلعوا مقلدين لهذا النبي أو ذاك اللي عم بيتلمذوا عنده والبعض منهم ما بيطلعوا أنبياء والبعض منهم بيصيروا مستغربين العالم أفلان بين الأنبياء أنه شو جاب لجاب أنه فالمقصود بين تلميذ الأنبياء فهيدي الفكرة فكرة المعلم هي فكرة معلم عيشين معه تلميذو بينتموا لأله بيتعلموا منه بيقتدوا فيه طيب إذا بدنا نحكي أسيس عن صفات التلميذ لنقول هيدا عن جد تلميذ عن حقه حقيق مثل ما بيقولوا بالدرج هيدا تلميذ عن حقه حقيق شو صفاته شو لازم تقول صفاته اللي يكون عن جد تلميذ رح ياخد بعض القيات من الإنجيل المقدس بدي أقول ثلاث أمور أساسية بأنه واحد يكون تلميذ نعم أولا أن يطلب أن يكون تلميذا يطلب ما عم بيستثني الشئ الآخر اللي هو أن يدعى ليكون تلميذا فإذا قلنا أن يدعى عليها أن يلبي فالمسيح داعي التلميذ هنن لبوا قالوا اترك كل شيء واتبعني قام واتبعوا وفضلوا على مدارس الحياة الأخرى اللي كان ينتمي إليها هيدا الشئ موجود هيدا بيخصه من هونيك لهون اسمه الدعوي بس من هون من ميلتنا نحنا أن يختار أن يكون تلميذا ما بيقدر واحد يعمل تلميذ غصبا عنه بده يختار التلميذ بده يختار يكون تلميذ شوف التلميذ إذا بيخده عم بيقاتل وما بيرجع بيرتضي وبيقبل بيهرم وهيدا بيسموه تسرب نعم فبده يرتضي أن يكون تلميذا اتنين بده يتعلم تلاتة بده يقتضي فتلات أمور اختار أن أكون تلميذ اختار أن أبقى في المدرسة حتى أتعلم وثالثا أختار أن أطبق وهون التطبيق بهدف الاكتداء والتمثل بالمسيح هل يا أسيس من السعب ينضم الواحد إلى مدرسة يسوع المسيح من السهل ينضم إلى حيال مدرسة بالحياة لأنه في مدرسة الحياة وفي المدرسة الأخرى يلي بينضم ملا لا يتعلم ويتسأف ولكن هل من السعب أنه الواحد ينضم عن حب وعن أناعة مية بالمية إلى مدرسة يسوع المسيح المسيح أعطى الدعوة للأفراد وأعطاهم دعوة ليدعوا لآخرين المدعو يدعي وقال لتلميزوا للوصية الأخيرة قبل صعودوا إلى السماء اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم الفعل تلمذوا يعني إجعلوهم تلميذا والدعوة لجميع الأمم الدعوة مفتوحة من الدعوة مغلقة لحلقة من المختارين تبقى ضمنهم في الزواج والولادة أو في طريقة سرية أخرى الدعوة مفتوحة إذن الدعوة مفتوحة ومتاحة وممكنة هلأ لما نبيعرف واحد مين اللي داعي ولا شو داعي إذا عارف من يكون اللي داعي ومن هو المعلم وما بيختاره هون بيبدأ يكون الذنب على جنبه ولكن هلأ أنا ما راح يحكي بالذنب أنا راح يحكي بفرح الاتباع والطوق لاتباع هكي معلم مبيل وشهوة اتباع هكي معلم مبيل اتباع معلمين ممكن يخربوا حياتنا أحيانا واحد يتبع صاحبه على طرق الرذيلي بيكون معلمه يسألوا أهله مين علمك الرذيلي يكون فلان علمه صحيح فأضف لكون العالم لا يخلو من الأفكار ومن الطروحات والعالم بتلاقي حالة تلقائيا من جذبة إلى هذه أو تلك وبيصف هيدا أو ذاك فهون في اتباع المسيح وفي اتباع المسيح المهم أنه يدعي يكون يدعي لاتباع المسيح ليس لاتباعه هو تحت اسم المسيح وهون بالعالم الديني فيها القصة يلي هي نياص بغية الأهمية في عالم بيستخدموا المسيح ليبنوا أتباع لإلون وفي فرق بين أنه نحن يلي نقول ندعي أنه دعينا المسيح هنكون تلميذه نروح نجيب الناس يكونوا تلميذنا بالوقت لازم يكونوا الناس تلميذ المسيح بتجرد وأخلاص لازم نوصلهم أكتر شي أنت بتعمليه أنك تروح تجيبيه بتقري له ياسوب هديك تكون تلميذ تعرف عليه شبوك معه مشي وراه كيف يقدر يكون هيدا الداعية هذا المبشر يلي يدقى للتلميذ المسيح مخلص ومتجرد بأنه يوصلوا بالمسيح ولا يستأثر ضميره ويحتكر ضميره ويرتهنه ليكون تلميذه الشخصي هولي قليل يا أسيس هولي قليل بس هذا المطلوب أنا عم بحكي بنقاء الإنجيل أكيد مثل ما كنا عم نحكي ببداية اللقاء أنه حتى التلميذ إذا بده ينضم إلى مدرسة معينة في قصة معين يدفع لهالتلميذ ينضم إلى هالمدرسة شو القصة يلي أنا بدي أدفعه إذا كنت تلميذة المسيح بس بين هلين إذا كنت فعلا تلميذة المسيح مش أنه وي والله أنا مسيحية عدت ذكرى وأهلي حطيني مسيحية فسد مسيحية إذا عن جد أتقن أن أكون تلميذة ليسو على المسيح في هالإنجيل المؤدس والمبارك فيه المعلم وفيه التلميذ بشكل دائم إذا قرينا الأنجيل الثلاثة زائد واحد متى مر أسلوء ويحنى منشوف أنه التلميذ كان مطلوب منهم يرتدوا يحملوا اسم المسيح أولا مع ما ممكن يدفعوا من تمن من جراء اتهاض العالم والروح الشرير خلفه لشخص المسيح فهون الاستباغ بصبغة المسيح قصة بغاية الأهمية إذا سمحتي لي بدي أقول عن سيدة فاضلة جابت ولديها يعقوب ويحنى شبيبات قالت له بديهن يكونوا معك وبديهن يكونوا يوما ما لما بتخلي الصف التلمس بك تفتح المملكة تبعك واحد عيمينك واحد عشمالك ما بدينا له المرأة ولا بلومة هيدا عم تطلب الأفضل للولدان شو الأحلى من أنه تجيبهم للمسيح يكونوا تلميذوا المسيح قال له يعدوا عن يميني وشمالي هيدا للقاب هو بيقرر مين لكن هل هن المستدين يشربوا الكاس اللي أنا رح يشربه يستبغوا بالصبغة اللي أنا رح استبغها وهون ما نبلش نفتكر شو الكاس وشو الصبغة الكاس حتى لو كان كاس الألم والصل والصبغة هي العلامة نحن اخترعوا الصباغ الأرجواني هون في بلادنا القماش اللي قطم بيطلع أبيض بينقعوه بيصير لونه فيولي بيصير فيكة لوني البدك في صبغة في اتباع أي معلم فبتشوفي لحد هلأ المدارس عنده ألوان بالكوسلوم ونحن باللغة السياسية منقول فلان مصبوغ بالعقيدة الفلانية هيدا الشيوعي هيدا أحمر حتى الأحزاب قلنهم ألوان ايه طيال الوطن الحر أراج فبقى هيدا مصبوغ مصبوغ ممكن يخلق لحاله عداء صار فيه معه ضد صار فيه انقسام من حول الصبغة صار فيه اشهار وعلامي ظاهرة لهالصبغة وهوني المسيح فيما بعد قال أنا لي صبغة أنا أصطبغها هو يصطبغ صبغ بعلامة الدم علامة الدم دماته فهل مستدين تدفعه تمن الاتباع فيه تمن للاتباع تمن مش لأنه المسيح بيدفع تمن اللقصة مش عنده اللقصة مش عنده اللقصة هو لما نبليس بيفلت من عنده تلميز وبيلتحق بمدرسة المسيح بيدفعه التمن ايه لأنه يخرب واصحابه بيدفعه التمن الكمبانية اللي كانوا يعملوا الرزالة سوى لما بيتركهم بيتنمروا عليها بيوصلوا يقتلوه شوف تاريخ الكنيسة مليان فهل مستهد أنه يدفع التمن بيبقى بعد فيه تمن شخصي هو الأعلى شو بدك قصة الاضطهاد وابليس وكذا فيه تمن شخصي فيه ناس بيريدوا يتبعوا المسيح بس يعني بدون يعملوا تلميز بس ما بدون يسمعوا كل التعليم لو بيسمعوا ربع التعليم بيضلوا تلميز لهين بالتعليم بياخدوه الصعب التعليم ما بياخدوه هون لو أنا الأصدقاء فيه رقم فيه رقم بشع بالمسيحية بالليهوت المسيحية فيه عندنا رقم بشع فيه عندنا رقم حلوة ثلاثة سبعة كتير حلوين هولي ثلوس ثلاثة سبعة الكمال فيه رقم ستة رقم ناقص ورقم الإنسان ناقص إذا ركب ستة ستة هاي دي راح ترولات الشيطان يعني ايه فعلا هيك ديما حتى بالقفلين بس يصوروا الشيطان بيحطوله على رأس ستة 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 على المسيحية بيعننا هونيك أي بالإنجيل بإنجيل يوحنى رقم ستة ستة شوف شو هالقاي كيف ركب هون أمر عجيب المسيحة هم بيعلم تلميزو وبيجي واحد وبيسأله السؤال فهلوي أنه مين بيقدر يعيش بحسب هيدا التعليم قال من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه قف لأنه حكي شي شعروا فيه أنه تقيل مين بده هيدا لا لا نحن من فضل نتركه فضلوا يتركوا شخصية فريدة ما إلى مثيل الأروع الأعلى الأشرف الأكمل الأنقى الأقدس الأجمل بين البشر ليه لأنه حكي شي ما عجبون ولم يعودوا يمشون معه فقال يسوع الاثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا طلع بتلميزو شو أنتو كمي بكون تفلوا بكون تفلوا فيكن تفلوا هوني بتشوف القادة اللي ابتدت مننا بتجي بإرادتك بتبقى بإرادتك بتفلي بإرادتك فتطلع المسيح وتلميزو بتكون تفلوا وهوني إجا الجواب الخالد الأثر الجواب الأساس في اعتراف إيماننا المسيحي الجواب الأساس كقانون إيمان قبل قانون إيمان النقاوي هوني إجا جواب بطرس الرسول يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي فشو بتكون تفلوا بتكون أنا طب تبلكم على كل شي بتكون ام بتريدوا تسمعوا لكلامي وتلتزموا فيه هولي فلوا وكثيرون من تلميذه أنا بيلفت للنظر المفردات المفردات كثيرون مش عدد قليل شو كثيرون يعني إذا هلأ كنا نحن جمعين صف فتحنا صف تدريب اللي هو وجمعنا 30 تلميذ وإنفل 22 تلميذ الثماني البقين بيقولوا أكيد في شي مش منيحون تنلحقون بسيبردون الحقون أكيد فالأستاذ هون بيتزعزع ولكن الكلمة الأقوى مش كثيرون تلاميذه ما قال من جمهوره ومن مستمعين ومن أتباعه ومن اللي كانوا على الدرب واللي هيك عم بيتنصط وفيه عم بيتفرجوا آموا قالوا لا لا شو بدنا فيه الصف مش لألنا صعب رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولما بيرجعوا كثيرون من التلاميذ إلى الوراء بيصير فيه عثرة بحق الآخرين أنه لايك لو في شي حرزان بقيه ولو في شي بيسوى بقيه ولو في شي بيستحق بقيه ولو في شي بنحب بقيه يعني الهيئة صح أنه لازم بيفلوا لنفل معه وهون المسيح قالوا وينه لمن تأتي به العثارات ولكن هون أنا بدي أطلع على اللي فلوا وعلى اللي بقيه مين الأهم وعلى اللي فلوا ورجعوا مش فيه ناس بيفلوا بيرجعوا بيرجعوا فيه منهم كانوا تلاميذ بالسر فيه منهم كانوا خائفين فيه منهم مثل بطرس تعاد خاف رجع في يحنى في نيكوديموس ويوسف الرامي اللي عادوا دفنوا المسيح بالأخير صحيح ولكن أنا بدي أطلع مش على اللي فلوا وعلى اللي بقيه وبدأ كمل مع اللي بقيه من كمل باللي بقيه يا أسيس أسيس فيه شي علامي أو سيمة أساسية بتميز تلميذ المسيح عن غيره يعني قبل بشوي حضرتك كنت عم تحكي عن الأحزاب أنه كل حزب له لونه خاصة بلبنان اسم الله الأحزاب بكتار وكل حزب بلبنان وحول العالم بس بلبنان هيك كتير اللون بيعني لنا فهل ممكن التلميذ المسيحي يتميز بشي معين يعني أنا إذا كنت تلميذة المسيح هل ممكن يتميز بشي معين يعرفوني أني أنا تلميذتو المسيح قال بهذا يعرف العالم أنكم تلميذي لكذا لكم حب بعضكم لبعض المحبة اتنين حفظ وصياء مش حفظ وصياء للتسميع ببغائيا اي لكننا يحفظونا شعر حفظونا شعر وما طلع منا شعرة بس لحنا منشعر بالآخر إن شاء الله إن شاء الله نشعر بالآخر في ناس مبالدين بالمرة إذا كان منحفظ وصياء المسيح لما قال اصنعوا تلميذا قال وعلموهم جميع ما أوصيتكم به فالمطلوب هو اللي عم بيقول إنه هو تلميذ أن يتعلم من المسيح أن يطبق ما يتعلم هذا معناته يحفظ أن يقتضي ويتمثل بالمسيح وهون القصة الأهم يلي أطلقت الاسم على الأتباع أو أطلقت الاسم على التلميذ صار اسمهم مسيحيين ندعوا التلميذ في انطاقيا مسيحيين انطاقيا صحيح أنه كان فيها كنيسة بس انشهرت بمدرسة انطاقيا هي كانت مدرسة لهوت مدرسة حياة مدرسة اتباع وكانوا للمؤمنين بالمسيح اسمهم تلميذ في انطاقيا غيروا الاسم صاروا مسيحيين إذن كانوا تلميذ نجباء أو صحيحين أو تمثلوا في المسيح أو اقتدوا في المسيح فدعي عليهم اسم المسيح فهيضا المطلوب المطلوب الاقتداء بالمسيح والتمثل به حتى نصير مسيحيين يعني هيك نحن ما كون تلميذ حقيقي اسمه هيك بكون تلميذ حقيقي أو لما بيتصور المسيح فينا من بين تلميذ حقيقي بيصير الواحد ينعرف اه فلان تلميذ فلان شوفوا بالمحامات والقضاء حتى بالعسكر بقولوا هيدا فلان تلميذ فلان طلالوا فهون مثل ما كانوا ينفرزوا هول تلميذ أبيكوريوس هول تلميذ أفلاطون هول تلميذ فيتاجوراس هول تلميذ فلان تشبهوا حياتهم بتشبهوا صفاتهم بتشبهوا بس هل يمكن يخيل للرأي انه هول تلميذ المسيح وهن ما يكونوا هيك يعني انا اذا بدأتطلع على صورة من برة قول والله هيدا بيّن يعني ماشي على الصراط المستقيم ماشي على تعليم يسوع المسيح بس هوم يكون هيك فينا نغش في غش بالموضوع ويمكن عن سابق تصورته وتصميم ويمكن لأ في غش في خداع في بمثل القرس يلي المسيح حكيه في واحد فات على القرس على القرس كانوا بلابسون عبيات يكونوا كلهم لابسين زي رسمي زي الكوستوم فهو فات ومد يفوت بزيه فاجهوا رميه برة بتلاقي على طول فيه بجماعة المسيح بيناته الناس من طبع هيدا اللي فات على القرس خلصة أو من طبع الزوان بمثل الأمح والزوان بيجي بيزرع بليس مرحب بيحكي مع شخص نحن منعرف بيكلم بطرس الرسول وبأعمال رسول اللي أدور أنه المسيح وكان الله يضم الذين يخلصون الكنيسة قال لي يصدق مش بس الله اللي بيضم على الكنيسة والشيطان بيضم على الكنيسة كمان بيزرع على عملة بيبعت ناس مثل مسيح عملة وين مسرعين لا يخربوا فبتلاقي في ناس بيحبوا يبينوا تلاميذ وهن بالحقيقة مش تلاميذ للمسيح وهن جيين يفسدوا حياة التلاميذ الآخرين ويفسدوا عمل الله من هون بتبلش تشوف هالكلمتين المركبتين في النص الإلهي أنبياء كذبة أخوة كذبة تلاميذ كذبة فهن التلاميذ من ضمن الألقاب اللي كانوا ينادوا بعض لبعض فيها هن تلاميذ عند المسيح بس هني بعيتوا لبعض لبعض إخوة فبعدين اكتشفوا أنهم المخرؤين كان في إخوة بعيتولهم إخوة طلعوا إخوة كذبة منشان هيك أنا ما بحب الألقاب الدينية يعني ما بحب أخ أحد ما بحب الألقاب الدينية تبعوا واحد بأخ إختي بيطلع بيطلع ما خص فيه بالعالم الديني إمكانية التمثيل شوفي بالعالم اللا ديني فيه صراحة أكتر فيه صدق العالم اللا ديني واحد ملحد ومشاء الله تبليك لك أنا مش مؤمن بعمل البديك بيقول بيقول بالعالم الديني بيكتر التمثيل من هون بتجي شغلة أخرى كمان بالأناجيل التلاتة يلي بيحكي عنا المراءات هايدي خطيط المراءات مش للمجتمع غير الديني المجتمع غير الديني قد ما بدك تقولي عنه التوص فيه نعود هو صادق مع نفسه أكتر من المجتمع الديني المجتمع الديني عنده مراءات تمثيل شوية عنده تمثيل فعلا بيكتروا اللي هن بوجان بقلب المجتمع الديني وهيدي مشكلة بدنا نتعيش معه بدنا ننتبهه لأنه المجتمع الديني قادر مثل المغناطيس على اجتذاب عالم عالم مخلصة وعالم محتاجي وعالم عنده ضعف بشخصيته وعالم لربما عنده مرض نفسي وعقلي والبدي كتوهمات دينية بيجوا على العالم ديني بيلاقوا لها حال بيئة حاضنة فبيلاقوا أنه المسيح حاضن وبعدين ببلشوا ويحروا ويفتكوا وبعدين بتلاقي القصة عم تتخرب بقلب الكنائس اللي يجب تكون هي مدرسة تشفي النفوس وتعلمهم حتى يصيروا أكثر شبها بالمسيح وهيدا الاستاذ هاللي عندك المسيح عندك الرسل نحن مبنين على الرسل والمسيح بولوس الجرة يقول للعالم تمثلوا بيه كما أنا متمثل بالمسيح فبتصير تسألي هيدا تلميذ مين فهون بتشوفي بسبب المراءات بيطلع تلميذ بليس ما بيطلع تلميذ المسيح طيب أسيس هالحيات المعاصرة اللي عم نعيشها وهالفقاقيعي اللي عم نعيشها وهالقشوري اللي صارنا كتير متعلقين فيها هيدا بنحية أو بأخرى بتكون مانع أنه ننضم إلى تلميذ أو نكون فعلا من تلميذ يسوع المسيح لا أبدا لأنه إذا بتطلعي على الزمن اللي إجا فيه المسيح كان زمن مفقوع مثل هلأ مش أقل شو كان بدك خطايا كان موجود القتل كان موجود الحقد الحسد السرقة الإجهاض كان موجود الاعتداء على الأطفال كان موجود الشزوز الجنسي كان موجود الخيانة الوطنية والخيانة الشخصية كانت موجودة فالطبع البشري موجود ولا الناس متخدين بسياقات البشرية بكل العصور فكان صعיב اتباع المسيح يومها وبعده صعب اتباع المسيح اليوم ولكن أنا بدي أقول ما بريد أنه حدا يقول صعب اتباع المسيح ليقول أنا ما رح أقدر انشان هيك ما رح أجي وبعدها نقول لا ما أقدرت أنا بدي أقول حلو اتباع المسيح فالأشرف اتباع المسيح وحمل علامة للمسيح على أي اتباع آخر. بس شو بيطلع لي أنا يا أستيس بنهاية لقاءنا إذا اتبعت يسوع المسيح. مش هيدا كمان سؤال يطرح. حتى يمكن عند المؤمنين بيقولولك تب أنا أولكم بيطلع لي شي بالآخرى. بطرس سألوا هيدا السؤال مش عايب. قالوا ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا. يا الله الإنسان شو بيطلع لي. شو بيطلع لي. تعويض دي بل لازم يكون في شيء. شو بيطلع لي. شرف الانتماء. شرف الاسم. شرف الحياة. نبل الحياة. التغيير. قوة التجديد للحياة الأبدية. كل هيدا بيطلع لي. بالوقت اللي أنا خارج صف ومدرسة المسيح. أنا خاسر خاسر. شو ما طلع لي رايح. فمن هون المسيح قال يعني الإنسان شو بينتفع لو ربح العالم كله وخسر نفسه. فأنا طلع لي. أنا مش خسران مع المسيح. بدون المسيح شو طلع لي. هون اللي بدي أسأل. بدون المسيح شو طلع لي. أنا خاسر خاسر. نعم. لأسيس الدكتور إدغار ترابلسي. أنا بتشكر وجودك معنا. شكرا. برغم من كل انفغاليتك بتكون معنا بسجدهتنا. وهذا شيء نحنا منتمنه ومنقدره. شكرا لألاك وبأي تمهار لطيف يا رب. أحلى وسهلا فيك. أصدقائنا المشاهدين نحنا هلأ مروح لفصحة أعلنية وبعدها الفصحة مكون مع مدرب العلاقات الكوتش جون خوري. كنوا معنا بها اللقاء.